النادي الاهلي بيطلب بسميا تأجيل مباراته أمام النادي المصري البرصعيدي في كأس الرابطة زي ما حراتكم شايفين ده بيان النادي الاهلي اللي بيتكلم عن أن فيه أمور متعلقة باللوايح أن أنا عندي أكتر من اثنين لعيبة دوليين منهم علي معلول وبرستا وليو ديانج هينضموا لمنتخبات بلادهم وبالتالي اللايحة في صف النادي الاهلي والنادي الاهلي عنده كمان سبع لعبين مع المنتخب الأول وأربع لعبين مع المنتخب الأولمبي وبالتالي من حق النادي الاهلي ومن حقه أنه يطالب بتكافؤ الفرص لأن الأندية الأخرى مش متاخد منها كل هذا العدد من اللاعبين وتخيل بيتقال كده عن النادي الاهلي وهو بيساهم بـ 14 لعب بيتقال أن لعبي النادي الاهلي في كبوة أنت متخيل ما باقي ما باقي بباقي الأندية اللي متاخد منها ثلاث لعيبة واربع لعيبة ولعبين موقفهم يكون ايه يعني حتى كبوة النادي الاهلي تذكرنا بمقولة عصام الشوالي يعني لأيتها كبوات الأندية كلها مثلك يا أهلي يعني الحقيقة هو ما قالش كبوات يعني بس احنا وزنناها كبوات وبالتالي مطلب رسمي وشرعي جدا ومنطقي أن النادي الاهلي طالب بتأجيل مبارات المصري فيه نقطة مهمة جدا أن النادي الاهلي طالب بالتأجيل قبل ما عرفته لنتيجة صندوينز مع الهلال السوداني فما بالك كمان لما نتيجة الهلال السوداني وصندوينز تدي للنادي الاهلي الفرصة من جديد أن يكون فيه مباراة مصرية مع الهلال الصعود فيه هي مباراة الصعود لدور التمانية تكون قبل مباراة الاهلي والمصر أعتقد الأمور أمام الربطة تكشفت بشكل واضح مستقبل القرى المصرية هو قامع المنتخب وبدليل أن اللعابة النادي الاهلي دايما لما بيتعارض توقيت منتخب مصر مع النادي الاهلي حتى والنادي الاهلي بلعب مباراة رسمية وفي أصعب المواجهات حتى لو كاس عامل أن داع لعبتي مع المنتخب أعتقد دور الربطة زي ما أجلت ببساطة شديدة مباراة سيراميك وليبطرة لنادي الزمالك قبل سفره للتراجي التونسي كان يوم ثلاثة المباراة ويوم ثبت التراجي لم يتم تأجيل مباراة المولين يوم ثلاثة ويوم ثبت جنوب أفراق أعتقد لم يعد هناك متسع من الضغط على النادي الاهلي مرة أخرى هتيجي تقول لي موقف النادي الاهلي مختلف أيها يا سيدي النادي الاهلي له ثلاث مباراة مؤجلة أو مباراتين فرق بينه وبين مثلا النادي الزمالك هقولك هو هل يتم عقاب النادي الاهلي دوما إنه هو متواجد في كأس عام الأندية يعني ومش تواجد فقط لغير النادي الاهلي بيكمل لنهائي الآخر يوم في البطولة يعني الاهلي لو كان خسر من أوكلاند سيتي كان رجع ولقى بمباراة الدور طب النادي الاهلي لقى بأربع مباراة في عشر أيام في كأس عام الأندية هل هيتم عقاب النادي الاهلي إنه هو يتعثر في أفراقيا عشان ما يشاركش في كأس عام الأندية أو النادي الاهلي يشارك في 2025 فأتمنى من ربطة الأندية إنه تستجيب لمصلحة القرى المصرية لممثل قرة القدم المصرية وأتمنى من الاتحاد المصري لقرة القدم يعني يستشعر بعض الإحراج تجاه جمهير النادي الاهلي الحقيقة يعني لأن النادي الاهلي مش في انتظار تهنئة من الاتحاد ولا في انتظار تمنيات بالتوفيق للنادي الاهلي في مباراته الأفريقية والعالمية لكن الحقيقة بيتم وضع الاتحاد المصري لقرة القدم في مواقف محرجة كتير من الاتحادات أخرى هنتناولها فأتمنى الاتحاد المصري يكون عنده حرص على حفظ ماء وجهه أمام جماهير كرة القدم المصرية وتحديدا جماهير النادي الاهلي طبعا ده مطلب مشروع فارس للنادي الاهلي وأعتقد الرابطة المفترض المفترض إنها توافق على طلب أو مطلب النادي الاهلي أنا بالنسبة لي لو لم يتم الطلب النادي الاهلي يلعب بفريق الناشئين طيب ده جزء مهم لإني في حاجة أنا جماعة بعد فكرة طلب النادي الاهلي سمعت كثير من القراء اللي بتقولك أصل كاسر رابطة أصلا أنت مفترض تلعبه من ناشئين لا بقى ثانية واحدة هنا محتاجين نقف ونختلف مع بعض أنا ما عنديش مشكلة إنه يبقى معايا لعبتي لإن النادي الاهلي يا جماعة قال مطلب عادل النادي الاهلي مش هيجي طالب بحاجة لإن هي غير عادلة لا تعالى أقف معايا في الحطة الصح وبعدك نتكلم في النقطة دي المسابقة لها قواعد واحدة وكاسر رابطة مثلا بيتلعب بشكله حتى لو اختلف عن كاسر رابطة هنا بيتلعب مثلا في إنجلترا هل مفترض إن انت تحط منشستر يونيتد ولا منشستر سيتي ولا ليفربول في وضع مختلف عن نادي زي أرسنال هل مفترض إن أرسنال يبقى لعبته موجودة مع المنتخب أصلي بتقولك إيه أصلي هي المسابقة معمولة في وقت التجمعات الدولية فيبقى اللعب في الوقت ده في التجمعات الدولية فأنت طبيعي تبعارف إنك هتلعب من غير لعبتك لا ما احترامنا فيش مسابقة في العالم كده ما فيش مسابقة في العالم كده ما فيش مسابقة إن هي يسمعها عشان نادي الأهلي اللي عندي في المنتخب الأول سبع لعيبة وعندي تلاتة أجانب وعندي أربعة في المنتخب الأولمبي يغيب عني 14 لاعب ونادي آخر يبقى غايب عنه اتنين أو تلاتة وتيجي تقولي إلعب بالناشئين لا أنا مفترض يبقى عندي القايمة بتاعتي وأنا بقى ألعب إيه ودير أموري إزاي خلال المسابقات المختلفة ده حق النادي الأهلي يبقى لا تصادر على حق النادي الأهلي بأن انت تقولي أصل مفترض تلعب بالناشئين ويبتتلعب وقت التجمعات الدولية يا جماعة أي مسابقة عشان نحط معاييرها لازم يبقى قواعدها عادلة بين كل الأندية إنما ما بقاش أنا بأدفع ضريبة طول الوقت وده اللي قلته في البداية هو طول الوقت الأهلي مطالب هو يدفع الضريبة إن أنا عشان عندي 14 لاعب في المنتخبات فيبقى نادي مثلا سي زي بيرامدز أو فيوتشر أو النادي المصري أو أي نادي ما عندوش نفس العدد أو عندو اتنين أو تلاتة يبقى هنا المشكلة بالنسبة له أصل إنتا كأهلي يلعب بالناشئين يا جماعة مش ده اللي يتقال ومش ده الموقف اللي مفترض أي حد فينا يتبنى أنا مفترض أقول لك دي بطولة محسوبة على اسم النادي الأهلي حطيلي القواعد العدلة وده مطلب النادي الأهلي التنافسية المتكفئة بين كل الفرق وبعد كده أنا أعمل اللي أنا عايزه أنا بقى ريح لعبتي ما ريحاش بس الفكرة أنك أنت ما تخلنيش طول الوقت مش بلعب على نفس المعيار